اخر حاجة عايز اختن بها فقر الترند الترند وده رضا على تساؤلات كثيرة جدا من جماهير النادي الاهلي خلال 48 ساعة الماضية بخصوص حضور الجماهير في المباريات الافريقية عشرح شوية كواليس وشوية تفاصيل في هذا الامر عشان ناس تعرف حقيقة الموضوع ده بالزبط واللي تم خلال الفترة الاخيرة بعد مباراة سيمبا والاهلي كان هناك حالة قلق داخل الاتحاد الافريقي لقرة القدم بسبب حضور اعداد كبيرة جدا في المباريات الافريقية واللجنة الطبية في الاتحاد الافريقي اصدرت توصية ان الفترة القادمة ما يجب ان يحضر هذا العدد الكم الهائل من الجماهير مخلفة للبروتوكول اللي تم نشره للاندية او توزيع على الاندية في نوفمبر 2020 بخصوص حضور الجماهير بسبب جائحة كورونا كان في الاصل المباريات كلها بدون جمهور ولكن كل دولة حسب ظروفها الصحية بتسمح بعدد من الجماهير مباراة سيمبا والاهلي شارت حضور اكتر من 30 الف متفرج وبالتالي هذه المباراة ضقت نقوس الخطر بالنسبة لمسؤول الكاف عاقب اجتماع المكتب التنفيذي الاخير بعد الانتخابات في الاتحاد الافريقي يوم 12 مارس الجمعة الماضي خرج قرار فيما معناه ان الاندية اللي دخلت جمهور في الفترات السابقة يحضر عليها حضور جماهير وبالتالي مباراة سيمبا الاخيرة مع المريخ السوداني بالامس كانت لأول مرة في تنزانيا مباراة تقام بدون جمهور في ظل جائحة كورونا ده ما حصلش على مدار سنة كاملة وده بناء على توصية اللجنة الطبية والكاف اعتمدها والمباراة بدون جمهور ولكن استثناء للاندية التي لم يعني يسمح لها من قبل بدخول جماهير اذا طلبت من الاتحاد الافريقي بدخول جماهير الكاف بيناقش الامر وبيبحثه يا بالموافقة يا بالرفض في الاصل العام ما فيش حضور جماهيري واكبر دليل على كده ما حدث في مباراة الهلال وشباب بلزداد بالامس نادي الهلال بعد مرسلة للاتحاد الافريقي بتاريخ 10 مارس طلب حضور 5000 متفرج ردت عليه ادارة المسابقات في الاتحاد الافريقي وقالت البروتوكول المتعلق بتنظيم المباراة في ظل جائحة كورونا كل المباراة بدون جمهور ولكن استثناءا بعد موافقة السلطات الصحية في السودان سنسمح لكم بحضور 1000 فرض ما قالتش 1000 مشجع قالت 1000 فرض ب1000 دعوة لحضور هذه المباراة وبشرط اذا تجاوز العدد عن 1000 مشجع هيكون فيه قرارات تأديبية على نادي الهلال في حالة زيادة العدد وبالتالي هنا الاتحاد الافريقي وضع ايده على فكرة دخول الجمهور بعد ما كان الامر مسموح للسلطات الصحية انت بتطلب والكاف بيناقش يا آه يا لأ ولو قالك آه بيحدد لك عدد معين واذا تم تجاوز هذا العدد هنا بقى النادي اللي هيخطأ هيتحول للجنة انضباط نادي الزمالك بالامس كان ارسل طلب بحضور 1000 مشجع تم الموافقة على 500 دعوة فقط نادي فيتا كلب كان ارسل وطلب عدد اكتر من 3000 لكن تم الموافقة على 3000 فقط بالنسبة لفيتا كلب حراك ناكري كان طالب يحضر تلات تربع الاستاذ في مباراة الوداد الكاف رفض سيمبا طلب حضور عشر تلاف متفرج الكاف رفض وبالتالي هنا اصبح الامر متعلق بادارة الاتحاد الافريقي هي اللي بتحدد العدد اللي هيخش هل مقبول العدد ده ولا لا ولكن اذا حدث تجاوز والعدد زاد هيتم حالة هذه المباراة وهذا الفريق الى لجنة الانضباط لاتخاذ قرارات تأديبية طيب الاهلي كان ارسل طلب للاتحاد الافريقي واحتجاج على حضور الجماهير ميزة هذا الاحتجاج في ايه اللي انت هنا بتاخد موقف ايجابي في هذا الشأن وفي نفس الوقت بتثبت موقف عشان المرحلة القادمة لان المرحلة القادمة النادي الاهلي لو حاب يدخل جمهور هنا هيكون عندك ما يفيد ان انت لك الحق انك تدخل بس هيكون المؤامة مع الكاف على عدد اللي ممكن يدخل خلال الفترة اللي جاية فكان اثبت موقف وقت رائع جدا مع ان الاتحاد الافريقي اتدى يتخذ اجراءات تأديبية في حالة زيادة اعداد غير المسموح بيها واصمح الاعداد المسموح بيها لن تتعدى من خمسمية الف الى تلات تلاف باقصى تقدير اي بمعنى ضك اقل من العشرة في المية اللي كان مسموح بيها ايام بورتوكول كورونا اللي تم بارساله الاندية في نوفمبر عشرين عشرين دي التفاصيل كلها وده الكواليس المتعلقة بحضور الجمهور وبالتالي كان مهم جدا اشرح لكم في ظل حالة اللابس اللي كانت موجودة خلال الساعات الاخيرة اخرج لفاصل وبعد الفاصل لسه عندنا كلام مهم جدا على تريند الاهلي وايضا كمان اخبار متعلقة بالبعثة عاقب العودة من كنشاس